يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل على كل مشاهدي صدى البلد وعيش حياتك وازاي نعيشها صح وازاي نخس من غير حرمان وازاي نخس في رمضان المشكلة الكبيرة اللي بتقابلكو كلكو دلوقتي وكل الاستفسارات رمضان داخل علينا يا تلحقين يا ما تلحقيناش هل ينفع ندخل رمضان ونخرج من غير ما نبقى تخنانين ينفع صفرة رمضان تتحط قدامنا وناكل منها من غير ما ندخن من غير ما نطلع زيدين في الوزن ازاي نسيطر على نفسنا قدام حلويات رمضان السؤال الاساسي اللي انا بواجهه بقالي اسبوع وقتر ازاي ندخل رمضان ونخرج منه خسين مش تخنانين لان المشكلة دي بقى بقابلها في اخر رمضان عايزين نلبس لبس العيد وعايزين يبقى شكلنا حل وكل واحد طالع من رمضان تخنان عشرة وخمستاشر كيلو وده اللي انا بقولوا في حلقات تحدي رمضان من مبارح حلقة النهاردة مختلفة عايزاك وكلكم تشوفوها من الاول علشان حلقتنا النهاردة جديدة جدا تحدي رمضان وازاي نخس في رمضان وازاي نطلع منه مش زيدين في الوزن عندكم ارقام الفريق الطبي صوروها كلمهم تليفون او واتساب ولينك صفحة وان دايت ومعنا النهاردة كورس الانا السيليم مع كورس الانا السيليم هنخس ومش هندخن ومش هنطلع من رمضان لا بكرش ولا بدهون متكتلة في كل النواحي ولا الحقين يا دكتورة عايزين نخس والنهاردة بقى جايبين المنقذة اللي هتساعدنا في رمضان مع كورس الانا السيليم هي اللي هتكلمكم النهاردة عنه وتعرفكم ازاي تاخدوه وازاي هو اللي هيساعدنا قدام صفرة رمضان ويبقى صاحبنا على الصفرة معايا نورهان عاطف صباح الخير صباح النور يا يا باب نورهان 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 منوروني النهاردة في عيش حياتك دا نوره اول مرة النهاردة قلنا نعمل تغيير علشان تحدي رمضان ونعرفهم رد على السؤال الاساسي ازاي نخس في رمضان تكلميني بقى هنعرف نخسسهم ازاي ونعرف نكونترول نفسنا ازاي مع اناسيليم بكرس الاناسيليم ايوا النهاردة هنتكلم على كرس الاناسيليم وهو كرسي رقم واحد في مصر اللي محقق نجاح هيل ليه كرسي الأناس اليم؟ أول حاجة علشان أنا عندي أول حاجة شراهة الأكل دايما الموظم اللي بيشتكوه من زيادة الوزن هي أول حاجة الشراهة كرسي الأناس اليم هيقدر أنه يحليلي المشكلة دي يعني لما نقعد كده وإحنا صايمين 12-13 ساعة دي حاجة كويسة ناية على ساعة نقدر الناس اللي بيبقى عندها شراهة في الأكل مع كرسي الأناس اليم هيخليها أنهي 3 شهور لأصحاب الأوزان العالية 120-130 وهكذا وعندنا عرض الشهرين اللي هو بيبقى أصحاب الأوزان المتوسطة تمام نيجي نتكلم على كرسي الأناس اليم أنا عندي النهاردة 3 منتجات الأناس اليم إقراس الأناس اليم وأقراس إيه العروض؟ أنت قلت عندي عرض الشهرين عرض الشهرين وعرض 3 شهور نبدأ بعرض الشهرين أيوا الناس اللي هي الأوزان الخفيفة عرض الشهرين النهاردة بينزل من 20 إلى 25 كيلو تمام؟ تبتنزلي دهون ومية بتفكدي دهون ومية عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن إيه؟ أول منتج فيه هو الأناسليم إقراس الأناسليم خلينا نقول بس أول حاجة أن الكورس ده مصرح من وزارة الصحة المصرية حالو جداً علشان بقى أقيم الثامنين وحدة بلقى ودي حاجة من أهم يعني العامل الأساسي في النجاح بتاعه وأنه هو مصرح من وزارة الصحة المصرية تمام؟ تمام؟ تاني حاجة أنه هو قامل لجميع الأعمار من 12 سنة لـ 85 سنة ودول يعتبر أكتر الناس اللي بتخاف أنا عندي ولد أو بنوتة 12 سنة ده أنا معي أسئلة كتير جداً بقى بخصوص السن ده أو عندي 12 سنة فخيف عليها أن هي تاخد الكورس ده لا هو ألياف طبيعية مستخلص من منتجات طبيعية فيتامين بي سيكس تمام؟ فبالتالي هيخليني أن أنا باخد منتج مرخص من وزارة الصحة تاني حاجة أنه هو في ألياف طبيعية يعني أنا بخصه بطريقة صحية هيخصصني إزاي؟ يعني أنا لو خدت كورس الشهرين مثلاً لو أنا عايزة أخذ سلي 20 كيلو لو أنا 80 وعايزة أبقى 60 تمام نبدأ قوي بأول منتج قراس الأنا سليم تمام دي كشور السليم كشور السليم يا دكتور هيبع يعني لها عدة فوائد من أهم فوائدها أن هي بتمزل المعدة بتعمل زي طبقة كتلة جيلاتينية أو طبقة جيلاتينية أيها ركزوا بقى ده اللي أنا بقول عليه بلون المعدة الطبيعي في البيت هو ده بقى اللي أنا بقول عليه فده يعتبر إقراس الأنا سليم كشور السليم اللي فيها بديل باللون المعدة أو عمليات التكميم أو تحويل المصار تمام بتنزل في المعدة مع الإقصار من المياه تمام بتخليني شبعين على المدى البعيد من 6 إلى 8 ساعات ويمكن أكتر كمين حلو جداً تمام ده كده أول مشكلة ده في رمضان ده هيبقى حلو جداً حلو جداً ده ده حاجة سعيده من الناس اللي بتبقى جعينة وعندها شراها أو الرغبة في الأرض حلو يعني ده ممكن ناخده آخر حاجة مع الصحور بالضبط كده ونشرب المياه قبل الصحور ده ساعة تشرب في باية المياه هتبدأ الشغالة معي بقى من 6 إلى 8 ساعات ويمكن أكتر كمين حلو جداً تمام كمان لها فوائد كتير كشور السليم دي من أهم الفوائد لها اكتشفوا سنة 1998 هيئة الغذاء والدواء اكتشفوا فيها أن هي بتعالج أصحاب أمراض القلب وأمراض الكوليستيرول في الدم هي بتضبط الدهون السليسية عليها عيمة إن هي بتضبط الدهون السليسية وبتضبط الكوليستيرول في الدم تمام وكمان اكتشفوا سنة 2014 إن هي بتضبط الضغط الانقباضي حقيقة الغذاء والدواء الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي طب تعالي كده عشان ما نلخبطهمش بصوا تمام هي كده زي ما نورهان قالت إحنا عندنا سبب من أسباب السمنة وهو الشراها في الأكل الناس بتدخن علشان خاطر بتاكل كتير إيه اللي هيسيطر لي على الشراها والشهية المفتوحة دي أكراس الانا سيليم اللي مكوناتها كشور السيليم اللي بمنطقة البساطة بغض نظر عن فوائدها التانية الطبية هي بتعمل لي بلون المعدة بصورة طبيعية في المعدة وبتنفش وبتدي كتلة جيلاتينية هي دي بقى اللي مش بتخليني أكل كتير ودي لينك صفحة الفيسبوك نزل قدامكم أرقام الفريق الطبي ما تنسوش للتواصل تمام كده إحنا إيه أول منتج اللي هو كشور الأنا سيليم كشور الأنا سيليم تمام ده بيسد الشهيبة إحنا كده حليني أول مشكلة تمام نيجي لتاني منتج اللي هو الماجيك بوكس الصندوق السحلي وهو سحلي فعلا يا دكتور هبا تمام ده بيعمل على إيه بيعلم معي معدل الحرق أربع أضاف معدل الحرق الطبيعي ده للناس بقى اللي عندها مشكلة في الحرق اللي عندهم خمول في الغضة الدراكية أوكي وكمان اللي بيبعى عندهم الحرق واقف تماما ودول مش بشرط إنه هو سن كبير أربعين أو خمسين سنة أربعين كبير ينزل على الكلام ده أربعين سنة المعظم الحرق هعدي خلاص خمسة وعشرين سنة بيجي يقولولي أنا عادي معدل الحرق تماما واقف فمش فكرة كده يعني بالنسبة لهم أو وجهة نظرهم أربعين سنة أنا سن كبير لا مش كبير هو مش كبير أنا بقولك على الحرق ده مش كلامي طبعا المتخيلين طبعا إن أنا لما كبيرت في حرق متخيلين أو متوقعين أيوة إن أنا أربعين سنة طب تمانية وتلاتين سنة تقولي كبيرة تقولي أنا كبيرة ومعدل الحرق عندي بطير الحرق مش مرتبط بالسن قد ما مرتبط بالعادات الأرض دي وجهة النظر اللي أنا عايزة أوصلها للنسبة بالضبط كده إنه هو بيعلي معاكي معدل الحرق أربع أضعف معدل الحرق الطبيعي كأنك مش يتي في اليوم بمعدل ساعتين ونص أو ثلاث ساعية حلو جدا الناس اللي بتبقى حكم شغلها محبوم بتشتغل عدد ساعات طويلة مثلا واحد سواء أنا كل شغلي يعتبر في السواقة قاعد ما بتحركش فده حيخلي عندك معدل الحرق يشغل الكابسولة دي يعني أنا كده خدت الأناسيليم كابسولات أفلت لي الشهية وأخدت الماجيك بوكس على شخاطر يعلي معدلات الحرق ده عرض الشهرين خدت الحاكتين دول بقى مع بعض لسه في نقطة تانية وليلي بقى المهم كمان إنه هو بينزل الدهون المترقمة في الجسم بالأخص الأماكن العنيدة وإحنا كلنا بنعني الدهون الحاشوية بقى اللي في الكرش والأرداف البطن والأرداف والدراعات من فوق يبقى أنا كده حلت مشكلتين هم أهم الناس أو معظم الناس اللي بتشتكي من زيادة وزن هو يا معدل الحرق يا الدهون المترقمة في الجسم فأنا كده حللت بالماجيك بوكس أو حلت الثلاث مشكل شعرها في الأكل تاني حاجة المعدل الحرق اللي الناس اللي بيبقى عندها الحرق يوقف تماما أو اللي بيبقى عندهم خمول في الغضة الدراقية اللي هو أنا عندي خمول الغضة ما بتحرقش مش شغالة تمام فمع الكابسولة دي هتخلي معدل الحرق عندي شغاله بطريقة كويسة هزود على كلام نورهان حاجة علشان الناس اللي بتسأل في موضوع كسل أو خمول الغضة الدراقية للمرة المليون أنت عندك كسل في الغضة الدراقية لما بتروح للدكتور بيديك هرمونات تعودية فأنت تحولت البني أدم طبيعي فما فيش حد يجي يقول لي أنا عندي خمول في الغضة الدراقية وما بخسش لأ أنت بترجع بني أدم طبيعي بالهرمونات التعودية فتقدر أن أنت تخس مع كورس الأناسيليم بمنتهى البساطة لأنه زي ما قالت نورهان آمن مسجل من وزارة الصحة بيعالج أغلب المشاكل اللي بتأدي للسمنة سواء بقى شاروها سواء حرق سواء دهون حشوية حاجات كتيرة فده عرض الشهرين كمللنا بقى ليه بقى العرض التوفير بقى بتاعنا كده عرض الشهرين كمان معاها هديتين أيوة كريم شد للتراهولات وده بيشد للتراهولات وبيحرق الدهون اللي تحت الجلد تمام طبعا الفريق الطبي المختص هيفاهمك كل حاجة الأرقامه طبعا موجودة دهون بس أنا هقولها باختصار الكريم ده أقصر المكان اللي بيبقى فيه دهون مترقمة هي منطقة البط تمام احنا بنحط الكريم ده بحرقة دائرية وبنلف على ستراتش المدة خمس أو ست ساعات على مدار أسبوع هتشوف نتيجة هايلة بيبدأ بقى يحفز الكولاجن الأسبوع الثاني أو الثالث طبعا تمام لأن أنا ما يجيش ناس في معظم الحالات تيجي تقولي طبعا هحطوا من استخدام الكورس في أول يوم لما تخسي لما تنزلي لأن أنت درو تنزلتي ففيه تراهولات أوكي فاحنا مع الاستخدام في الأسبوع الثاني أو الثالث هنلاقي نتيجة هايلة جدا مع الكريم ده لأنه بيحتوي على الكولوجين وفيتامين اي تمام تمام نيجي للمندج الثاني اللي هو الفيتامين ده الهديتين أوكي يا دكتور هبا ما إحنا أهو عرض الشهرين أو كورس العرض الشهرين معاهديتين افتكروا أوكي معاهديتين كريم يا فيتامين إحنا كده قولنا كريم شادل التراهولات التراهولات طبعا معظمنا وإحنا بنخس بيبقى فيه نقص في الأنميا في الحديد في نقص الأنميا وحديد وكالسيوم أوكي فأنا بديكي فيتامين فيه زينك وفيه حديد ومغنسيوم أوكي وفيتامين دال كمان علشان خاطر الناس اللي بتخسي وتيجي تشتيكي شعري وقع وشي بقى بهتان بقى كل اللي يبصف وشي يقولي انت شكلك عامل كده ليه دوافري بتتكسر فالفيتامين اللي بيجي هدية مع كورس الأنسيليوم بيعوض بقى النقص في العناصر الغذائية فمش بيخليكي بقى ترجعي تعاني زي أنواع الدايت والكورسات التانية بالزبط أنا كده بخليكي أول حاجة بديكي منتج مصرح من وزارة الصحة المصرية تاني حاجة بتنزلي وبطريقة صحية بديكي كابسولات مستخلصة في أعشاب يعني مواد طبيعية مواد كلها منتجات طبيعية فيتامين بي سيكس طيب هتلي بقى المهم الخصم بتاعه إيه الخصم 50% يعني ممتاز جدا ده عرض رمضان خصم 50% تلحق إن انت تنزلي قبل رمضان لأن في ناس كتير وتعودي وتكملي في رمضان في ناس كتير يا دكتور هيبة في ناس تقولك يا طب ما أنا كده كده هزيت في رمضان لأ بالعكس أو نظام الصيام عمتا ده هيسهلك كتير وهيساعدك كتير بحيث إن انت تدخل العيد بيرفكت جسمك تمام وتقضي العيد وانت رمضان ما تقولش بقى تعيطولنا كده قبل عيد بأسبوع الحقونا لأ ده إحنا عايزين نستغل لفترة الصيام أو صيام متقطع جال كل حد عندكم مع كورس الأناسيليم كل ده هيدعم بعضه إن أنا فعلا مش بس ما تخنش لأ ده أنا كمان ممكن أخس قولي لي بقى ده طلق هيا بقى علشان في معظم المناسبات في العيد عروسة أنا معظم الحالات عايزة أنزل ده بيجو بقى يقولولي خسسين في أسبوع في أسبوع إزاي أنت تلحقي نفسك من دلوقتي قدامك شهر 30 يوم تلحقي إن أنت تنزلي في الشهر ده بمقدار 10-15 كيلو حلو جدا يعني أنت عشرة بالنسبة لناس كتير 10 كيلو ده رقم برضو طب هل كورس أنا سيليم هيساعدني بقى قدام صفرة رمضان وحلويات رمضان هتاكل اللي أنت عايزة هتاكل اللي هي عايزة معظم الناس بيبداخلين رمضان حلويات رمضان يعني حلويات دي طبيعي فعلا هتاكل اللي أنت عايزة بس بكمية مش مفروض فيها مش عشان أنت عايزة تعملي نظام ضايت لا الأنسليم بقى هو أصل اللي قافل معدتي هتاكل بكمية مش مفروض فيها مش عشان يا له أنا لازم إن أنا مش على نظام ضايت معظم الناس بتتدائق من كلمة ضايت دي يا دكتور هبة لا أنا ما بحبش نقول نظام غذائي صحيح بالظبط أو روتين الحياة الصحيح بالظبط هو ده اللي أنا بحب أنا همشي كورس الأنسال يوم هيخليني أن أنا همشي على نظام ضايد بدون مقدرة يعني هيخليني أول حاجة شارعها في الأكل ما عنديش الرغبة في الأكل بإرادتي طبعا تاني حاجة هيعلم معي معدد الحر تالت حاجة هينزر الدهون المتراكمة في الياس طيب قبل ما ناخد كورس الثلاث شهور ونتكلم عن عروض الثلاث شهور ناخد تليفون ألو ألو أيوة ممكن أتكلم دكتورة نورهان أهي معاك حبيبتي قولي الأول عرفيني بنفسك وأول مرة تكلمينا ولا بتكلمينا منين أهلا بك أول مرة تكلمينا أهي تعلي صوتك بقى شوية ونورهان معاك هاي يلا قولي دكتورة نورهان أنا كنت عاملة حتى من فترة تمام تمام وقالي زي حالة كثقاف كده قلت أكل كثير قوي يوم ما بتحركت من البيت ولا أي حاجة ونسل 95 سنو وماليش نفتغل الجامل ماليش نفتغل رياضة وماليش عايز أعمل أي حاجة تمام أي يعني أنت وزنك قد إيه طيب دلوقتي أنت قلت لي اسمك إيه هلا 95 سنك قد إيه 25 سنو وانت دلوقتي قاعدة من الحادثة صح أه ما بتتحركش خالص أه يعني ما بتنزليش قاضي على قد حركة البيت أه بتاكلي كتير طب حللها بقى المشكلة أنت تقولك قد إيه 155 155 و95 رقم طبعا دي هتلجأ لكورسل ثلاث شهور طب قولي لها تعمل إيه تمام حلوك تمام شرحلنا بقى وقولي لها تعمل إيه بالزبط تمام أنت هتاخذ كورسل أناسليا ميهالة هي اسمها هالة تمام تمام أول حاجة أنت عندك شرها في الأكل وهيسد معاها الشهية تمام تمام لأن إحنا قلنا بشور سليم دي بتنزل في المعدة بتعمل زي طبقة جل سميكة بديل بلون المعدة أو عمليات التكميم تمام فأنت مع كورسل أناسليا ميهالة تقدري تطلبي من رقم الفريق الطبي هيرد عليك الفريق المختص وهتاخد الكورس وهتنزل وهتبقى مبسوطة كمان طب حلو جدا وكمان هيخنشط الطاقة عندها يعني مش هيخلي فيه خمول آي لأ حينشط هتلاقي عندها فيه طاقة وبكمان بيبقى فيه نشاط ذهني مش شرط بس طاقة في الجسم طب كورسل ثلاث شهور ده عبارة عن إيه؟ علشان نبقى عارفة ندخل في كورسل ثلاث شهور لأ يعني نرد عليها وإحنا بنكلم وقول لها عبارة عن إيه؟ كورسل ثلاث شهور بما أنه نحن هنشرحه دلوقتي تسمعه هنا أيوة بالضبط أيوة هو عبارة عن ثلاث منتجي برضو أول حاجة كورسل أناسليا تاني منتج الماجيك بوكس تالت منتج الفينيل تمام ده بقى زيادة على كورسل ثلاث شهور ده زيادة الفينيل ده بيكمل الماجيك بوكس يا دكتور هابا تمام دي فاكهة استوائية الجورسينيا والتوت البري والألياف التفاح وكمان في أنزيم البورمالين بالأناناس وده كويس جدا برضو كل الحاجات دي حوارك بالضبط ده برضو بيعلي معاها معدل الحر وكمان يعني بيحافظ على مستوى النوية الدهون لما تنزل في الجسم بيحافظ على عدم تكوينها يعني بيحافظ على عدم تكوين دهون مرة أخرى وعشان كده أنا بقول إنه هو بينزل الوزن وكمان بيسبت بيسبت تمام ده بنغضب الشهر التالت طيب يعني إحنا بناخد دلوقتي الاناسيليم كابسول والماجيك بوكس بالتبادل الفينيل ده بننهي دي اللي هو تالت شهر طيب ده كورس التلات شهور وليل نعروضه بقى كورس التلات شهور أهو تلات منتجات ومعاه كمان تلات هدايا أهو تلات شهور مع تلات هدايا ومعاه تلات هدايا ركزوا بقى وخصم 75% يعني هياخده بربع التمن بربع التمن يدفعه ربع التمن بس اين هدايا اللي معاه؟ الكورس ده طبعا الكورس ده هينزلها من 30 ل 35 كيلو بدون أي نظام ضي تمام تمام التلات هدايا اللي معاه فيتامين لنقص الكالسيوم والمغنيسيوم زي ما قلنا يا دكتور هيبة وفيتامين دي وشان نفس برضو بطريقة صحية وشانه ما يبقاش مجهد ما فيش أي خمول اوكي فيه كمان كريم شد للتراهولات وده بيحتوي على فيتامين اي وكولوجين تمام وكمان معاه كريم للبشرة لنظرة البشرة طيب حلوة يبصوا بقى نورهان قالت كورس التلات شهور ادي لينك صفحة الفيسبوك وارقام الفريق الطبي وما اني دكتورة فمش قادر اخد الكلام كده واسكت لان فعلا هي قالت كورس التلات شهور فيه ميزة كبيرة جدا بالنسبة للحالة اللي كلمتنا في التليفون هي اولا عندها زيادة في الوزن وشراها للأكل حرق عندها ضعيف وقلة الحركة طبعا هي مجبرة انها تقعد فطبعا هنعمل ايه عايزين حاجة تقفل الشهية عندنا وزن كبير جدا عايزين نخسره فالمناسب لينا كورس التلات شهور علشان نخسر تلاتين كيلو فيما فوق الوزن الكبير ده هنخسره عن طريق قفل الشهية بكابسولات الأناسيليم والماجيك بوكس والفينل هيبقوا حوارك فيه ميزة قالتها نورهان الفيتامين اللي هيجي لنا هدية لانه فيه فيتامين دال وهي طبعا بتقول متضايقة ودخلة في مود اكتئاب ففيتامين دال اللي احنا بناخده كهدية هيعمل ايه هيحسن لي المود هيحسن لي الحالة المزاجية لان الحالة النفسية السيئة بتقدي لزيادة الوزن فبالله نفسنا بنلف في دائرة مفرغة فكورس التلات شهور نورهان انا من وجهة نظري هو مش كورس تخسيس بس قدمه كمان كورس علاجي في اوقات كتير ووقائي من ان انا ادخن يعني انا دايما بقولهم ايه كورس التلات شهور ده صحبي في رمضان والعيد ليه؟ علشان هيحميني من تكتل الدهون اللي انت بتقولي عليها دي عشان كمان الاكل في رمضان او في حين ان هي مش هتاكل برضو بكميات مفروض منها علشان الانسيليم علشان الانسيليم لهم بيكملوا بعض انا اصبح كده بديكي كورس مكمل يعني هي دايرة ايوا مكمل لبعض تمام من الشراهة شراهة الاكل من الحر من ان نزور الدهون المترقمة اسمنا الموضوع ايه معنا تليه قولي طيب قبل التليفون لا قولي من اهم مميزات كمان فيني ان هو بيزود الانسولين في الدم ليتخلص السكر من الجسم تمام اوكي ناخد تليفون وبعد كده نرجع بقى نتكلم في موضوع السكر والانسولين والانسولين تتكلمينا منين اول مرة ولا لأ اول مرة ياسمين من السويس اهلا بيكي ياسمين من ورانا عايزة تسألي نورهان على حاجة اوه عايزة أخلم خدركي التخزي طب حلو جدا واستغلي بقى عروض رمضان عشان في عروض رمضان واستغلي رمضان في ان انت تخسي كمان يلا نورهان معيك تمام الو اتفضلي يا ياسمين ازاي ازاي حضرتك يا دكتر تمام يا حبابتين انت عامل ايه ودلوقتي نزلت لقى ان انا تعدانا بقى لي فترة تمام يعني بمعدل كان دلوقتي الانيميا تمانية تمانية تمام وبعلق حديث كتير والحديث دي عامل لي تخنص جسمي زيما جسمي مورا من الحديث ايه اللي نزل الهيموجلوبين من 12 ل 8 هو انا قطع عينيه على طول من الانيميا اه يعني انت هو كده يعني من 12 ل 8 بينزل من غير اي مشكلة يعني معنى كيش ايه بسندوها ايه بسندوها واقعدت فترة علق دم بسببها وبعد الخده دلوقتي بقيت تمام بعلق حديث بس بتعملي دايت مثلا من نفسك بتاخدي ادوية من نفسك ايه لا اما باخدش ادوية بس بعمل دايت اللي هو انا ممكن اعطيها ايه انت وزنك ادي ايه طيب اهو ده السبب انا عزيزت عامل دايت من نفسها فده اللي بيسبب الانيميا عندها ولي بقى وزنك انا وزن 85 وعندي 19 سنة صغيرة لسه تمام 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 ياسمين عندك مشكلة الاساسية اللي سببتلك الانيميا طبعا بغض النظر على الاعراض الجانبية الحقان الحديد هي فعلا بتعمل السخونة والكلام دا كله انت بتعملي نظام غذائي من نفسك واضح جدا انه غلط الدليل انه هو عملك انيميا وده اللي انا بحذر منه دايما بقول لكم يا جماعة جايبين لكم فريق طبي الحد عندكم جايبين لكم كورسات علاجية الحد عندكم شحن مجاني متابعة فريق طبي مجانية ما ينفعش تروحوا تعملوا انظمة غذائية من نفسكو لان دي النتيجة انا عملت نظام غذائي مش مناسب لي طبعا زودتيها على نفسك بتقولي بتمنعي الاكل الدليل بقى هو ان الانيميا والهيموجليبين وصل 8 فطبعا لازم اولا ان احنا نعالج موضوع الانيميا ان احنا نعمل انظمة غذائية صحية مع الفريق الطبي ونورهان بقى تقولك ازاي تخسي بصورة صح من غير محالتك الصحية تصول تمام مع كرس الانا سليم هي تقدر ان هي تطلبه من الفريق الطبي زي ما قلنا وهي اكيد سمعينا دلوقتي تمام تقدر ان هي تطلبه هي وزنها قالت 85 بالزبط 85 يعني هي برضو ممكن لو بالفرد 160 كيلو يعني عايزين 25 كيلو 25 كيلو تقدر تطلب كرس الشهرين تمام هتنزل من 20 ل 25 كيلو وكمان الانيميا عندها بتقول لما بتيجي تعمل نظام ضايد يعني بتقل انا وجهة نظري تاخدت 3 شهور لان انا مش عايزة انزلها بسرعة عشان حالتها الصحية فلما تاخد 3 شهور ما انا عارفة لما تاخد 3 شهور الميكس ما بين 3 كابسولات مع بعض هيخسسها بالراحة بصورة صح وكمان فيه الفيتامينات المدعمة اللي انت بتقوليها تمام فانا عايزة ااخد وقت في الخساسات مش عايزة ااخد وقتها اوكي هو برضو مع كورس الشهورين انا برضو ما عنديش اي ادنى مشكلة ان يتاخده لان في الحالتين فيه فيتامين تمام وهي برضو ليها ايه الرأي او الكرون والفريط طبي طبعا هيتواصل ما يعرف حالتها بالضبط هيعرف حالتها وهيقدر يحدد لها هيتاخد ايه وما هيتاخدش ايه بالضبط كده نيجي نتكلم بقى نرجع لما رجوعنا للفينيل اللي بنتكلم على السكر قبل المكالب او تمام الفينيل ده من اهم مميزاته ان هو بيزود الانسولين في الجسم اللي حكاية تخلص من مستوى السكر في الدم تمام ودي حاجة كويسة عشان معظم الناس برضو بتعاني منها او نقطة بتعاني منها هو بيعمل كنترول بينظم افراز الانسولين بالضبط كده تمام علشان خاطر الناس اللي عندها اضطراف في نسبة السكر بالضبط كده يعني انا كمان بخسه بطريقة صحية وكمان بيعالج معها حاجات ما هو عشان كده اي مريض سكر يجي يكلمك يقولك هو كورس الانسولين مناسب لي او لا لا للسكر والضغط بالضبط لا بالنسبة للسكر هو قريدي عنده السكر مش منتظم افراز الانسولين مش منتظم سواء النوع الاول او النوع التاني فزي ما انت قلتي الماجك بوكس والفينيل ده هو بيعمل كنترول لافراز الانسولين وبيزبط نسبة السكر بالضبط يا دكتور هيبة فاللو انا بحليلك برضو مشكلة اخرى معايك طبعا بحيث ان هي ما تبقاش قلقانة لان معظم الناس هوا فيه منتجات للأسف يا دكتور هيبة اساقة السمعة ما هو ده اللي انا عمال اقول عليه اساقة السمعة فاللي هو ايه بقى عندهم يعني زي ايه تردد اللي هو طب هل الكورس ده فعلا نتائجه كويسة اامن وكويس وطبعا الناس اللي جربت معانا كورس الانسولين هنشوف دلوقتي صور حالات ونشوف ريبيوز كمان هما اللي هيقدروا ان هما يقولوا يعني يفهموا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي سمام يعني احنا النهاردة اقول لكم الملخص كده يعني من الاخر احنا بنتكلم في تحدي رمضان الفترة الجاية مع كورس الانسولين وعندنا عرضين عرض الشهرين الناس هتاخدوا هتاخدوا مع خصم خمسين في المية وهديتين وعرض الثلاث شهور الناس هتاخدوا بخصم خمسة وسبعين في المية ومعاه ثلاث هدايا والاهم من ده كله عشان تبقوا متطمنين ان كورس الانسليم مسجل ومرخص من وزارة الصحة ارقام الفريق الطبي موجودة للتواصل لاي استفسارات ولينك صفحة وان دايت علشان اي استفسارات تخص سوق التغذية ايه اللي بيمايز كورس الانسليم عن غيره طبعا انه مسجل ومرخص من وزارة الصحة فريق طبي بيتابعك وده مهم جدا مش مجرد ان انت بتجيب برامج غذائية من على الانترنت وجوجل وتمشي على برامج مش مناسبة ليك وفي الاخر تتعب او يحصل انيميا زي الحالة اللي كانت بتكلمنا دلوقتي بالعكس في ميزة متابعة الفريق الطبي 24 ساعة سواء تليفون او واتساب او حتى عن طريق رسائل الصفحة كورس الانسليم انا مش باعتبره كورس للتخصيص بس لأ هو كمان بيحميني من العادات الغلط من ان انا اكل كتير فهو افلي الشهية من ان انا حرق ضعيف فبيزود لي الحرق من ان انا باكل حلويات فبيزبط لي نسبة السكر في الدم فشراهتي للحلويات بتقل بيساعدني في شرب المياه عشان كشور السليم بتحتاج مياه كتير فهو بيغير عاداتي السيئة وبعد ما بخلص كورس الشهرين او الثلاث شهور بلاقي نفسي خلاص اتعودت على العادات الصح وبكمل بيها وده المهم غير عاداتك مش افعالك وده اللي هيساعدني فيه كورس الانسليم دلوقتي هنشوف صور حالات وريفيوهات من حالات بالفعل اخدت مننا كورس الانسليم علقلنا بقى على الصور دي تمام دي نزلت انا ممكن بس اشوف لان انا عندي العديد من الصور ايوا طبعا بس كل الناس دي بالفعل خدت كورس الانسليم شهورين او ثلاث شهور وخاصة بالفعل زي مولتريك يا دكتور هبا الناس اللي نزلت على الكورس ده هي اللي هتقدر تفهم كلامنا دلوقتي تمام احنا دلوقتي الصور هي نزلة ستات ورجال عشان لحسن بيفتكروا ان احنا بنتكلم على ستات تمام لا الاتنين اوكي دي نزلت اربعين كيلو في ثلاث شهور ونص حلوي يعني خدت ومكملة طبعا ومكملة طبعا انت شايفة برضو هي نزلت طبعا هي مبسوطة جدا ان هي وصلت لمرحلة زي دي بس هي لسه مكملة معينا اهم حاجة اوه مكملة اهم حاجة ما دل انا بنصح به ناس ما تفتكرش ان انت لما خسيت خلاص كده لا اما انت هترجع لعادتك الغلط معظم السؤال يا دكتور هبا اللي بيجي لنا هل لمنزل هرجع تاني هترجع طب لو رجعت لعادتك الغلط هترجع بالزبط كده وده دايما اللي انا عايزة اوصل للناس ايوه انا بحط الناس بقولوا ايه الهيلثي لايف ستايل الهيلثي لايف ستايل الروتين الحياة الصحية تغير عادتك انا رجعت اخد اربع معالق سكر على الشاي تاني ما انا هتخذتني بالزبط انا بواسط نظام اللي انا كنت ماشي عليه في خلال فترة الكورس وكمان المعدة بتتحكم احنا معدتنا بتتحكم في عدد الاكل او كمية عفوا الاكل اللي احنا بناكله انا دلوقتي بدل ما كنت باكل رغيفين او ثلاث تغير فاعيش انا هيكل رغيف واحد بس ايه لا يخليني اكله خشور السلية بالزبط الالياف اللي في المعدة اللي احنا قلنا بتعمل طبقة الجل اللي في المعدة فبتخليني ان انا بدل ما باكل رغيفين باكل رغيف واحد تمام وحتى بعد ما اخلص الكورس انا خلاص بقيت عودتها ماشي على نفس النظام في الاكل ده ده انا بحب الناس تفضل مكملة على الكورس يعني ايبن لو انا وصلت حتى لستين كيلو كمل على الكورس كمل ليه علشان خاطر يساعدك في ان انت تفضل محتفظ بالعادات الصح مش خلاص كده انا وصلت وابدأ بقى اتشجع طب اخرج خروجة واحنا خروجاتنا كلها اجل طبعا احنا معظم الناس لما باول حاجة سؤال بيتسئل هنأكل ايه في الخروجة تعالوا مشوف بقيت الصور طيب بقى بعض تمام الصورة التانية فين هيت بالضبط كده هنا بقى ايه ده خس كتير جدا ده ده لأ عايز اقولك انه ده نزل 16 كيلو في شهر واسبوع حلو جدا يعني ومكمل لسا ما هو انا كنت بقول في الشهر 10-15 كيلو بالضبط زي ما قلنا في البداية 10-15 كيلو ده قدر انه هو ينزله 16 كيلو في شهر واسبوع حلو تمام فده كويس جدا ومبسوط دلوقتي برضو بس هو عايز يكمل اهم حلو انا محتاج انه اكمل اهم حلو ده قدرم الناس اللي بتبقى متفهمة ده على شكرة في رمضان ان شاء الله والحلقات الجاية مش بس هيبقى كورس الأناسيليم احنا هنزود حاجات تعمل بقى الري شابنج عارفين انتو تزبيت الجسم الناس بعد ما بتخس بتبقى عايزة تزبط جسمها ده اللي احنا بقى هنبدأ ان شاء الله نزبطه معاكم الفترة الجاية والناس اللي خست مش هنسيبهم كده لا ده احنا هنبدأ نعملهم الري شابنج مع كورس الأناسيليم مع انا صور تانية نكمل تمام اوكي دي نزلت 25 كيلو في شهرين حلو جدا مع كورس الشهرين دي اي اوه نزلت 25 كيلو هي عايزة تثبت على كده لا ده هننزل كمان هي مش عايزة تكمل يا دكتور هيبا انا كده تمام وخدت كمان كابسولات الفينيل تمام اللي انا زي ما قلته هو مش بس بيعلم معدل الحرق وبيكمل الماجيك بوكس لا هو كمان بيثبت وانا دلوقتي يا دكتور هيبا نزلت في الوزن وعالجت مشكلة التراهلات فبعالج المشكلة الاخيرة اللي هي ايه نحت القوام انا ما خصش وبقى قطعة واحدة لا هو بينحط القوام معايا سواء الكتاف الجوانب بحس ان شكلي جسمي في الاخر بس ما نرجعش لعادتنا الغلط ده اللي احنا بنأكد علي ده اللي بنأكد علي للناس ان احنا مش بعد ما نوصل للمحالة دي نرجع تاني كما كنا وده اكبر خطأ طيب دلوقتي الامهات اللي بتكلمني اللي بيارضوا معنا تعالوا ان كان ينكمل الحالات وبعدين ناخد الاسئلة اللي معنا ده اخر صورة كده معنا ده نزل 25 كيلو في شهرين ونص حلو جدا تمام كده شهرين ونص نقدر انه ينزل 25 كيلو بس هو عايز يكمل لرغم انه هو برضو وسل لمرحلة كويسة بس عايز يكمل معنا طيب الامهات اللي عندها ولاد سنة 14-15 ومش قادرة انها تسيطر على شهيته دلوق اكتر الناس اللي عندهم مخاوف اه بالضبط اللي هو انا ابني خايف عليه بس في وسط زميله شكله مش بيرفكتي مش تمام التنمر بقى التنمر ده طبعا بنعاني منه يقدروا مع الاناسيلي يقدروا ياخدوا كورس الاناسيلي لاني زي ما انا ما قلت مستخلص من منتجات طبعية طب منتجات طبعية في ناس اسئلتها برضو تقول لي طب دي كابسولة منتجات طبعية ازاي اه راح اجيب من عند العطار اه طب انا راح اجيب ودايما ياخدوا بالاعشاب انا عايز اعشاب الوصفات بليز بلاش 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 ونحط تحتها خطين تمام هو انا بديكي كابسولة بس مستخلصة بألياف ممكن اياه فيها النسب الصح انا مثلا ممكن اقول ان كشور السيليم دي بتخسس وكويسة اروح اشتريها لأ لما بيبقى عندي كورس مسجل من وزارة الصحة يعني فيه النسبة الصحة اللي جسمي محتاجها لا هزود ولا هنقص هي دي الميزة مروحش انا يعني مع نفسي اروح اجتهد واجيب وصفات تبدأ ولما يحصل مشاكل يرجعوا يعانوا ويبقى ما فيش اي صفة عمتا في كل حاجة وزي ما قلنا معظم المنتجات اللي اسائت الصمعة بتخليهم برضو ان هم يفكروا بالطريقة دي ما الناس كلها عايزة تخسوا عايزة جسمها يبقى حلو فبيمشوا في اي طريق كتير جدا طبقا بيبقوا عايزين ياخدوا الكورس بس من كتر ما جربوا تجارب يا دكتور هبة مخلي فيه مخاوف اللي هو لأ عشان كده انا بقولك ان هرب الناس اللي بتسمعنا وجربت كورس الأناسيليم بتقدر ان هي تفهمنا وهتتفهم كلامنا دول والناس اللي ما تجربتش برضو من خلال لا يدخلوا معنا تحدي رمضان يدخلوا التحدي وهيشوفوا فعلا التجربة وهينزلوا بطريقة صحية يعني احنا ممكن زي ما بقول من انبارح والحلقات الجاية احنا هناخد رمضان فرصة ان احنا نخس مع الأناسيليم هنستغل عدد ساعات الصيام عدد ساعات الصيام دي يعني انا كده عملت صيام متقاطع ومش هحس بجوع لان انا هبقى اخدى كورس الأناسيليم وطبعا الفريق الطبي اللي ارقامه موجودة قدامكم على الشاشة هو هيقولكو طريقة اخد الكورس ازاي بالضبط علشان خاطر اسيطر على شهيتي قدام ايدة رمضان ويقدروا يدخلوا على بيت زيوان ضايت يطلبوا بلو في فريق طبي مختصر البيت هيردوا عليهم ويلحقوا الخصم يا دكتور هبا عرض الثلاث شهور يعني خصم 75% تمام ده مش شرط الناس الاوزانهم عالية بس اللي ياخدوه ممكن اتنين ياخدوا الكورس فيا دكتور هبا اتنين يدفعوا ربع الثمن يعني واحد واخوه بنت عمتي جدتي يعني فيه كتير انا وجدتي هاخد الكورس ده كورس الثلاث شهور ده كتير ومامتها وحمتها وناس كتير جدا وكذا من ده كتير ممكن ياخدوا كورس لثلاث شهور تمام اصحاب الاوزان العالية العالية ياخدوا الثلاث شهور اصحاب الاوزان اللي عايزة تنزل 15-25 معها لـ 25 يقدروا ياخدوا كورس الشهري ويستفيدوا بورود رمضان يستفيدوا بالعرض 50% و75% والفريق الطبي هيتابعهم مجانا الشحن مجانا لحد البيت والمتابعة كذلك برضو مجانا وتساب موبايل 24 ساعة لأي استفسار عشان محدش يجي لي اخر اسبوع في رمضان ويقول لي الحقيق يخسسيني عايزة لبس لبس العيد كل الناس ايوة كل الناس اللي بتتابع ما تجيش اخر اسبوع في رمضان ويقولوا لي بقى دوصلنا كده على الزرار وعايزين السحر بقى ابدأوا من دلوقتي خدوا كورس لأنا سيليم ابدأوا من دلوقتي غيروا عاداتكم الغلط احنا هنجبركم ان انتم ما تكلوش كتير في رمضان وهو ده صحبي على صفرة رمضان ايوة بالضبط بارادتها وبرغبتها ايوة يعني ممنوع 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 وان انا هقول اكل مستشفيات اول حاجة او اول مكالمة يعتبر تسمعيها من الحالة تقولك اهم حاجة هاخد الكورس ما تحرمينيش من حاجة هعمل نظام ضايت ايوة هعمل نظام ضايت لا فات الطم لما نيجي نقولها او نوضح لها ان انت هتاكل اللي انت عايزة يعني مع الكورس هتاكل اللي هي عايزة وبرغبتها وبرغبتها حلو جدا احنا معنا ريفيوهات حالات اخدت فعلا مننا الفترة اللي فاتت كورس الاناسيام سواء الشهرين او الثلاث شهور هتنزل قدامكو دلوقتي دي حالات بالفعل ورد الفريق الطبي عليها وازاي المتابعات وازاي حتى برامج التغذية علاقلنا كده عن ريفيوهات دي بيبقى الفريق الطبي متابع معاها بتقدر كل اسبوع توزن نفسها طبعا وتقول يعني بتعمل نزل الدهون قد ايه نزلت بص دي صورة هي دلوقتي الحالة بعتها للفريق الطبي ان هي نزلت قد ايه ووصلت برضو لقد ايه في خلال الاسبوع يعني فيه ناس كتير بتنزل في مجرد اسبوع ستة كيلو وارد جدا لما بيبقى اوفر ويت وعنده مية متخزنة في جسمه الجسم يعتبر مية ودغون فبتنزل ستة كيلو يعني عايز اقولك مش عايز اقولك على الفرحة مش عايز اقولك على الفرحة بشوف الحالات دي فعلا ودايك فينا والله يعني دايك فينا ان احنا نشوف المبساط يعني انا ببقى مبسوطة ليهم ان الكورس فعلا قدر ان هو يساعدهم على حاجة زي دي حالو جدا وقدر ان هما فعلا ياخدوا كلامنا مصدر سكة اللي وانتوا فعلا مصدر سكة كورس الاناسيليام اللي كل ما دا نجاحوا بيبهرني انا شخصيا الكورسات كتيرة جدا بتكون موجودة على السوشيل ميديا وناس كتيرة جدا بتتكلم في الضيط وانا كمتخصصة بشوف الكلام دا بعنايا وببقى دايما عايزة احذر الناس مش اي كورس تمشوا وراها مش اي وصفة تمشوا وراها مش اي اختراعات مش نسيرش على جوجل انا عايز نظام غذائي وناسب كذا مفيش حاجة اسمها كده التغذية واخصائيين التغذية دا برانش في الطب دلوقتي وتخصص موجود فلازم نسأل المتخصص واحنا جايبن لكم المتخصص لحد البيت بنقول لكم اهو اسألوه 24 ساعة الارقام موجودة قدامكم واتساب تليفون صفحات الفيسبوك قدامكم كله موجودة كله موجودة 20 ساعة بدون ما تروح لدكتور ضايد ويعني في ناس بتبقى مش قادرة او عندها القدرة المادية ان هي تعمل حاجة زي دي انا ما عنديش مشكلة يا ريت حتى يروح لأ ده في ناس ما بتروحش المتخصصين خالق في ناس ما بتروحش فعلا ان هي تعمل حاجة زي دي وفي ناس تانية ما بيبقاش عندها القدرة المادية وتقولك ايه لأ انا عايزة حاجة بسيطة فيتقدر مع كرسي الاناسيليم في البيت جبت لها باللون معدى يعتبر في البيت طب حلو ماتلي ميلي في دقيقة كده العروض بتاعت رمضان النهاردة وخصوماتنا ايه ونامت انا النهاردة بنتكلم على عرضين عرض الشهرين وعرض التلات شهور عرض الشهرين عليه خاص من 50% مكون من الاناسيليم والماجيك بوكس دي كابسولات مستخلصة فيه الياف مواد طبيعية كلها مواد طبيعية تمام معها ديتين كريم شد للترهولات انا بعد ما بنزل في الوزن لازم ان انا اشد الترهولات بحل مشكلة مشكلة وبييجي كمان معا فيتامين فانا ماتذيكي كرس بيخلص بعضه يعني او بيكمل بعضه بيكمل بعضه ده كرس الشهرين وعلي خاصه 50% 50% الاول 150 متصل حلو جدا اوكي الحاول ان هم يتصلوا من الفريق التبي ارقام الفريق التبي المختص يا سيتيني ديهم هداية رمضان كل اللي هيشتروا الكورس حلو كده دي هدياتي انا بقى يلا نجي نتكلم على كورس 3 شهور هو مكون من 3 منتجات اقراس الاناسيليم والماجيك بوكس والفينيل اللي بيكمل الماجيك بوكس ومش بس بينزل في الوزن او بيعليلي معدل الحق هو كمان بينحق لي القوام وبيسبت لي الوزن تمام وده خاص مطبعا 75% طب حلو يقدروا يطلبوه بقى عن طريق الصفحة وعن طريق الارقام يقدروا يطلبوه عن ارقام الفريق التبي يقدروا يصوروها تمام ويكلموه في اي وقت هيردوا عليهم فريق تبي مختص ويقدروا يدخلوا بيتج وان دايت هيرد عليها برضو فريق تبي مختص نورهان نورتيني وشرفتيني النهاردة بنورك يا دكتور بقيتنا امل وديتي الناس كلها امل وردينا على اغلب الاستفسارات بتاعته هو احنا ممكن نخص في رمضان هو احنا ممكن نطلع رمضان مشتخننين ايوا ونورهان عرفتكم النهاردة ازاي مع كورس الانا سيليم نقدر ان احنا نخص في رمضان طالعين فاصل وبعد الفاصل مكملين ازاي نخص صح وعيش حياتك مع كورس الانا سيليم